أن تنال هذه الفئة الميليشيوية الخاسرة بمشروعها الخاسر من ثورة أمة ومن جيم أمة ومن اكتسبات أمة ومن هوية أمة لا هو الذي بعث محمد بالحق سيستمر الشعب اليمني على مبادئ ثورته ولن يقبل بهذا المشروع الخاسر لأن يحكمه وأنا على ثقة ويقين أن مأرب ستظل عصية وستظل منطلقا لاستعادة الدولة اليمنية وتحافظ على الجمهورية حفاظها على حدقات عيونها حفاظها على ذاتها ولن تمس بسوء بإذن الله تعالى وأطمئ للجميع وأؤكد للجميع أن مأرب كما كسرت شوكتهم في الأول فستقضي على هذا المشروع في الأخير بإذن الله تعالى